تستعد الكابينة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كردستان ضمن برنامجها لدعم القطاع الزراعي لتصدير منتجاتها خصوصا إذ تستعد في مدينة زاخو بإجراءات خاصة مع بدء موسم تصدير الرومان خلال الأيام المقبلة وفق المعايير الجودة للتوسع في فتح أسواق جديدة على مستوى الخارج برنامج التصدير بدون شك حكومة الأقليم ورئيس حكومة الأقليم الأستاذ مسرور بارزاني يهتمون بهذا الأمر لأنه بقدر ما يتم افتتاح أسواق جديدة للمنتجات والمحاصيل الزراعية هذا راح يشجع الفلاحين على أن يهتمون أكثر بزراعة هذه المحاصيل وراح يصير اجتماع مع كل المنتجين للرومان في مدينة زاخو وأطرافها وأغضيتها وراح يتم حصر الكميات المنتجة كم طن وبالتالي المهم أنه هسه أكو جزء من هذا الرومان رايح للفحص راح يصير إلى فحص فيزيائي وكيميائي وأنا أعتقد راح ينجح بالفحص حتى يتهي للتصدير طبعا مشكورا بالبداية لجهود سيد رئيس حكومة الأقليم كورسان سيد مسرور بارزاني العام بدأ بحملة توجيء أو بتصديير الوجوة الأولى لرومان منطقة إلى دولة الخليج التجار الذين يحاولون شراء المنتج المحلي هناك سوق مفتوح لهم نحن في إطار تصديير المنتج المحلي للرومان إلى الخارج ضمن برنامج حكومة أقليم كورسان دائما المتعم للدعم للفلاحين إنتاج الرومان بحدود 12 إلى 14 ألف طن المساحات المزروعة بحدود 2825 فلاحون من جانبهم عبروا عن شكرهم لجهود حكومة إقليم كوردستان بفتح طريق التصدير لمنتجاتهم الزراعية والتي تعد خطوة مهمة في دعم الإنتاج المحلي مما دفع العديد من الفلاحين إلى التواصل لزيادة الإنتاج بهدف تصديره إلى الدول الخارجية نشكر حكومة تقليم كوردستان على أساس يصدرون الرومان مالنا إلى الإمارات فلاح يستفاد يصير ذوق له بالشغل على العمل أهمية التصدير أهم شيء يصدروها ما يقابل داخل الكوردستان حوالي عشر طن عندي والله إنتاج مالنا هالسنة زائد كل شيء والرومان بالنسبة للرومان وكل شيء موجود عندنا وتسعى حكومة أقليم كوردستان من خلال استراتيجية خاصة لبناء مؤسسة التسويق لمنتجاتها ضمن خطة زيادة صادراتها الزراعية وفقا للمعايير الدولية لقناة ساكروس الفضائية من نجلة سندي زاخو اشتركوا في القناة